أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلة للشركة التابعة لقطاع الأعمال العام والأصول المملكة لها وخلال اجتماعا مع وزير قطاع الأعمال اطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالق القطن ومصانع الغزل والنسيق في عدة محافظات ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه لا سيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة كما تناول الاجتماع تطوير واستغلال الأراضي المملكة للشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فضلا عن موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألمونيوم